نعم أنا بأجي للموضوع الأكثر جدلا حول خالد الشيثري وهو سوق الأسهم دخلت سوق الأسهم عن 1998 اندخلت الأسهم وفي ذهنك أنت تكون مستثمر أم مبارك؟ لا مستثمر طيب ولماذا أثيري الجدل حول خالد الشيثري في سوق الأسهم كثيرا؟ هل كنت بسبب نصائحك؟ أنا لا أعطي نصائح ماذا تعني؟ أنا أستثمر اسم يلمع من خلال الشركات التي أرأسها بما دار الجدل حولك؟ الناس تحب شخصية تبدأ تشتغل عليها تركز عليها الفلاشات في ذلك الفترة كان الاسم يتداول بكثرة في الشركات وكانت حصصي واضحة وملكيتي واضحة لأنه ذلك الوقت ما فيه بيان تغيير الملاك لكن كان فيه النشرة التي تثبت في الميزانية كم يملك الرئيس وكم يملك الأعضاء وكبار التنفيذيين هل تعتقد أنك في ذلك الوقت كنت تفهم السوق جيدة؟ الحمد لله أنا لا أدخل في الشغلة التي أفهمها عدا المدرسة أرجع لها مرة ثانية نعم بمعنى أن الناس خسروا وأنت لم تخسر؟ ما في أحد ما يخسر الخسارة نسبة وتناسب يمكن أنا أكثر من خسروا في السوق لكن الناس غرقت هل خالد الشيثري غرق؟ الناس غرقت بعد انهيار سوق العسهم هل خالد الشيثري غرق مثله؟ يمكنه غرق بس مع طوق نجات ما هو الطوق؟ أن لا تضع بيضك في سلة واحدة دائما نوع ما في رجل أعمال يضع كل استماراته في مجال واحد